بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قاعدة فقهية جليلة تبرز السبق التشريعي للإسلام وتؤكد على رعاية المصالح في كل زمان ومكان هذه القاعدة الفقهية تقول لا ضرر ولا ضرار تعالوا نبحر معا في أعماق هذه القاعدة الفقهية نستخرج بعضا من كنوزها وأسرارها بطريقة موجزة ومركزة أولا هذه القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار هي في أصلها حديث صحيح أخرجه لنا البيهقي والحاكم وغيرهما عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار إذن هذه القاعدة الفقهية هي في ذاتها نص حديث صحيح صريح جاء على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا ما هو الضرر وما هو الضرار وما الفرق بينهما الضرر هو إنزال الأذى بالنفس والضرار هو إنزال الأذى بالغير إذن سنجد هنا الأرضية المشتركة بين الضرر والضرار وهو الأذى إلا أننا نجد الخلاف هنا في من لحق به هذا الضرر أو هذا الأذى والمقصود هنا من الأذى هو كل أذى سواء كان نفسيا أو بدنيا أو أدبيا أو ماليا كذلك لا فرق بين أن يكون الذي لحقه الأذى فردا أو جماعة مسلما أو غير مسلم مواطنا أو أجنبيا إنسانا أو حيوانا أو جمادا من أين أتينا بهذه الشمولية كل أنواع الأذى كل من لحقه الضرر من أين أتينا بهذه الشمولية؟ أتينا بها من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النفي الذي أفاد النهي واستغرق هذا النهي لا ضرر ولا ضرار فهذا النفي الذي أفاد النهي كأننا استفدنا منه التحريم لكل نوع من أنواع الأذى هذا الحديث الشريف إذا كان الضرر فيه يعني جاء ضمنا فقد جاء في النص القرآني صراحة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم حين ننظر أيضا إلى هذه القاعدة الفقهية الجليلة نجد أن امتثالها يكون من خلال أمرين لأن الضرر إما أن يكون واقعا وإما أن يكون متوقعا فامتثال هذه القاعدة من خلال المسار الأول إن كان الضرر واقعا امتثال هذه القاعدة هنا يكون بالرفع وامتثالها في المسار الثاني إن كان الضرر متوقعا فالامتثال هنا يكون بالدفع نستطيع أن نقول الضرر إما أن يكون واقعا وإما أن يكون متوقعا فإن كان واقعا يرفع وإن كان متوقعا يدفع ما معنى هذه العبارات بطريقة سريعة ومجزة الضرر إن كان واقعا يرفع أي إذا تحقق أن هناك ضررا سيلحق بهذا الإنسان فإن من أوجب الواجبات رفع هذا الضرر إذا تحققنا أن هناك ضررا وقع على هذا الإنسان بالفعل الضرر واقع الآن فإن من أوجب الواجبات هنا أن نرفع هذا الضرر ومن هنا استفاد الفقهاء قاعدة فقهية فرعية متولدة عن القاعدة الأصلية وهي الضرر يزال هذه قاعدة فرعية متولدة من القاعدة الأم لا ضرر ولا ضرار أمثلة هذا الأمر ما نجده من اعتداء على المرافق العامة ما نجده مثلا من صرف مخلفات المصانع في نهر النيل ما نجده من أي تلوث يلحق بالبيئة لأن هذا يؤثر على هذا الإنسان فكل أذى يتحقق وجوده يلحق بهذا الإنسان هذا ضرر واقع والتعامل معه يكون برفعه أي بإزالته أما المسار الثاني إن كان الضرر متوقعا أي يتوقع أن يكون هناك ضرر فإن التعامل معه يكون بالدفع وهذا يتجاور معه كلامنا الوقاية خير من العلاق هذا هو المعنى المقصود فإذا كان الضرر متوقعا يدفع أي الوقاية خير من العلاق كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لا يورد ممرض على مصح فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني يدفعنا إلى أن ندفع هذا الضرر الذي من الممكن أن يتوقع أو أن ينزل بالإنسان أو أن يلحق بهذا الإنسان كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه حين امتنع أن يدخل على بلد بها الطاعون فقالوا له أتفر من قدر الله قال نفر من قدر الله إلى قدر الله إذن الضرر إما أن يكون واقعا وإما أن يكون متوقعا فإن كان واقعا أي تحقق وجوده بالفعل يرفع أي يزال ومن هنا استفاد الفقهاء قاعدة فرعية جديدة وهي الضرر يزال وإما أن يكون الضرر متوقعا فهنا التعامل مع هذا الأمر يكون بالدفع الذي يتجاور مع قولنا الوقاية خير من العلاق إذن هذا ما حققه لنا سيدنا رسول الله من القاعدة الأم واستفادوا الفقهاء استفاد الفقهاء من الأمر الثاني الضرر يدفع بقدر الإمكان وهناك قواعد فقهية أخرى استنبطت أيضا من القاعدة الأم كدفع المفسدة مقدم على قلب المصلحة والضرر لا يزال بضرر وغير ذلك كثير نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم